السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا موضوع اليوم يتحدث على أنواع هجر القرآن الكريم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة الفرقان الآية ثلاثون ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الهجر فما أنواع الهجر؟ واحد هجر سماع القرآن والإيمان به والإصغاء إليه ثانيا هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به ثالثا هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم رابعا هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه خامسا هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دوائه من غيره ويهجر التداوي به إلى هنا نصل إخوة الأعزاء إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ألقاكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته